في ناس بتسافر وبتعمل دكتوراه وبتعمل ماجستير وبتتقدم أنا بكلم سوفة عامة لأ لما بيبقى هو عايز لما هي بتبقى أولوياته الدراسة أو بتبقى أولوياته العلمة أو بيبقى عنده أولويات معينة لها علاقة بالمذاكرة والدراسة والعلم لكن لأ رجالة كتير على فكرة فيه دراسات كتير بتقول هنا يعني فيه دراسة تعملت على 7000 راجل في جامعة من جامعات الكبيرة جدا بتقولك إنه من سنة 20 ل 65 سنة بتقولك إن الراجل أكتر رجالة من السبع تلاف راجل دول قدروا يحققوا مستقبل ومهني محترم وكرير محترم هم الرجالة اللي متجوزين واللي حياتهم الزوجية مستقرة أكتر من الرجالة اللي مش متجوزين وكمان إن الرجال لا أنه العمل المشترك ببين الرجال اللي هم متجوزين بس الجواز نجح جواز نجح لازم خلي بالك الدراسات كلها بتقول إن الجواز بيحصل من أداء الراجل على مستوى المهني في استقرار في بيت طبعا في نظام في ست واخدابالها من التفاصيل في أكل في شرب في ست واخدابالها لازم إيه تبقى في ست واخدابالها على فكرة هو الأغلى بالقعام ست واخدابالها لأن هي بتحس إن نجاحه هو نجاح ليه العكس ما بيحصلش خلينا يعني يا سكرات كان يقولك اتجوز علشان تبقى بتبقى راجل ناجح هتبقى فيلسوف زي يعني هي مش هتجلي منك هتلاقي الجواز دايما مصمر على الراجل إلا لو كان هو متجاوز ست عندها مشاكل أو إلا إذا كان سكرات دلوقتي عايش معنا دلوقتي هاي كمان يا غير لا لأ الحقيقة إنه قلق يعني لأ حتى لو ضربت منك قوي هتبقى فيلسوف إنتعلم إيه المشكلة في إيه يا شري المشكلة في إيه مش لازم يبقى المشاكل من عنده هو يعني ممكن تبقى المشاكل ضغط أه أنت فهم قصدي أنا فهم أن المشاكل منك تبقى ضغطة المشاكل منك تبقى بيروح بيروح بشغل أنت تخيالي أنت تبقى إيه تعالي نعكس الموضوع لو أنت شغالة وجوزك قريدي ماشي أنتو اللي تنين تشغل وفي مشاكل في خناقة حصلت في البيت؟ أه أو في الشغل في البيت بتروح الشغل بتاعك وانت مبسوطة الراجل بيعرف يفصل الراجل بيعرف يفصل لستيطة بتاعش تفصل لأنهم بيتعود عليك لا 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 فكرة أنا مش عجبني الأداء في الحقل الفوق على الشمال أه في الحقل الفوق على الشمال الفايل ده بتاع 3 حرامو شكرا لما بيجي نازل الشغل بيقوم قافل على الحقل الفوق ده لعرف الفوق على الشمال لأنه ده مش طايلة كثير ويروح بقى للرف اللي على يمين فوق وتحت ويمين دي الفايلات المستخدمة طول اليوم بس لكن هو حبيبي اللي بيروح يلعب بلاي ستيشن ويروح ل والدته وزورها بيروح 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 يتعطم بيفضل متعتم كده لحد من نرجع البيت انتو بتعرفوا تفصلوا على فكرة وعلى فكرة احنا احنا ده مش لوم ده ميزة كبيرة عندكم يا ريت هتبقى عندنا ان انت بتقدر تفصل بس عارف المشكلة ايه لما بتعوز تفصل انت كراكل بتقدر تفصل مشاكلك الزوجية عن حياتك التانية وعن شغلك واتشت ما تخليش حاجة تفوتك